أنا كنت أقلم بروبوض العربية أنا كنت أقلم بروبوض العربية يعني لو متأكد الموك العالم يجدش هادو الدور أنا ربوضي بتاع الجهاز من المفكوك خودي بدأيقنا أشعب أشرح إعلقته بالكاميرا إذا بدأيقنا نمزاولنا جيو يعني مهند جيولوجيا أو جيولوجيست وماجد إمام داس أعلمش أهلا وسهلا بيكو طلاب حبيب كل مكان في الجمهورية يمساء الخيرات طلاب دفعية عشرين تلاتة وعشرين أكلت وداني هنبدأ إمتى يا جيو؟ أدينا هنبدأ خلاص مع الجيو أول حصة يا أبطال وبداية المشوار سمي الله صلى على رسول الله ركز معايا بقى بفضل ربنا حكما يا حبيبي الحصة دي أو حصة الترحبية المهمة دي اللي لازم تركز فيها دي هتنزل يوتيوب بابليك وهتنزل كمان على المنصة دي أول حاجة هتلاقي على المنصة مقدمة مهمة التي تركز فيها بعد كده إن شاء الله من بعد من أول حصة بقى اللي هي في المنهك شرحة على طول دايركت بقى هيكون على المنصة حصصنا بإذن الله هتنزل يومين في الأسبوع يعني عندك 8 حصص في الشهر 8 عشان الحصة مثلا الواحدة يومين في الأسبوع الحصة الواحدة يبساعة ونص تبقى خفيفة لو أنت عايش في حصين على بعض مفيش مشكلة المهم فهتلاقي إن شاء الله من يوم السبت الجاي الحصص بدأت تنزل على المنصة وهتنزل كل يوم سبت وثلاث بعد الساعة 8 بالليل يعني ممكن من الساعة 8-8 ونص تفتح إن شاء الله تلاقيها موجودة كل يوم سبت وثلاث حاجة لطيفة كده حصلت مع الدفعة عادية أنا لسا أريد أصلا أول تعامل بيننا لكن حبيتكم من الكومنتات بتاعتكم اللي بشوفها على الساعة الميديا هنبدأ إمتى هجيو لدرجة أول ما نزل الفيديو بتاع الحجز تفاصيل الحجز اللي أنا كنت عامل فيها تحسنا رئيس مخابرات عامة كده وبلف بالكورسي والجو والساس بنس ده أول ما نزل الفيديو ده في بضل ربينا لقيت كومنتات كترة حلوة وآخيرا الجيو وآخيرا بدأنا ولد بقى كاتب إيه؟ كاتب بابا ماجد واصل عارف اللي هو إيه؟ بابا ماجد جاو بتاعه أول بقى للجملة دي أنا على طول يعني دماغي بقى بنات تخيل للشكل ده بالزبط يعني هو قال كده ولا تخيلته كده المهم النهاردة إن شاء الله حاجة مهمة النهاردة مش حصة ولكن مقدمة اه إداك بقع الزرار وهتبدأ تسرع وهتبدأ تقدم أنا مش عايز الكلام ده خالص لا تقدمني ولا تسرع ولا تجو ده أنا عايزك تركز في كل حاجة هقولها النهاردة ليه بقى؟ لأن النهاردة هام جدا وكاتب لك تحت إبدأ صح ليه؟ لأن أنا هقولك بفضل ربنا النهاردة شوية حاجات هنذكر إزاي هنعمل إيه؟ هقرر لك الكرام ده دلوقتي المهم اللي هيركز في المقدمة دي في الحصة الترحبية دي شوف أنا ما سامها إيه؟ حصة ترحبية يبقى لازم تركز فيها في كل كلمة هيطلع مستفيد جدا وهيعرف إزاي بفضل ربنا يبدأ جروجة صح؟ ويبدأ السنة صح؟ ويتابع معي صح؟ طب عبارة عن إيه؟ هقولك دلوقتي بس في حاجة مهمة عايز أقولك عليها في ناس مثلا ممكن تقولك أو تحس أنها تأخرت شوية أرح ما تأخرنا شعر حاجة يوم ستاشر تمانية ده كويس أوي في ناس بدأت من واحد تمانية وفي ناس هتبدأ تسعة إحنا في النص فإحنا كويسين أوي رقم اثنين أنا قريدي أصلا مرضات شاب دا في واحد تمانية غير لما اتطمن على الدفعة اللي فاتت قبل الامتحان وبعد الامتحان وبعد النتيجة فترة وشوية المؤسسة اللي كانت معاهم وشوية المباركة اللي كانت معاهم وكل حاجة لأن أنا فعلا بسيبش طلاب زي مش هسيبكوا فضل ربنا من دلوقتي لحد بعد الامتحان يعني بس مش جوه الامتحان مش جوه الامتحان سميت الله بقى صلى على رسول الله ركز معي طيب النهاردة هنعمل ايه ركز كده عدينا سبع حاجات مهمة أول حاجة أنا مين جيو مجد إمام اكسن بالله معرفتك شانا كده ما أنا عارف وانت عارف ان انا ماجد إمام لأ انا هكلمك اعرف مدرسك هكلمك شوهات حاجات عندي صغيرة بحيث انت تبقى عارف بتاخد مع مين بحيث لو حد سألك مين ماجد إمام اللي بتاخد معاه بحيث انك تطمن من مدرسك فهكلمك بسرعة وفي دقايق عننا أهم حاجة بقى في بحيث نهاردة كلها هي رقم اتنين دي ايه هي الجيولوجيا رسم خرطة للمهج في ذهنك انا عايز المنهج بتاع الجيولوجيا كله وبه في دماغك منهج الجيولوجيا كله يبقى مربوط كده ومرصوص في دماغك وهقولك على كل باب حاجة مهمة ودي مهمة جدا جدا بقولك ايه من الاخر من السبعة دول من اهم الحاجات يعني في كذا حاجة مهمة بس من اهم الحاجات رقم اتنين طبع طبع يا لتاخد الوقت شوية البقى هيعد بسرعة ركز فيها لا ايدك على التقديم الناس اللي بتسرع لا ده انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم معاك يعني لا لا ما ينفعش ما تقدمش ويه ما تصرعش الفيديو بجد انا عايزك مركز في كل كلمة بقول لكم ايه المدرسين مساعدين اكيد بيشوفوا الفيديو ده الحصة الجاية اللي هي ان شاء الله اقول لها هتنزل لهم نزلوا لهم امتحان على الحصات اه هي طلعت في دماغي كوز على الحصة دي طب في ايه بقى في معلومات عامة من الحصة دي كده هتشوفه ايكده هتشوفه بسم الله صلى الله رسول الله وركز معي والله ابو هرق ا اعملوا امتحان بجد على الكلام ده لان الحاجات المهم عايزك تركز فيه هنذاكر ونحل منين دلوقتي في المراجعة النهائية نظام الحصة ازاي ازاي تستفيد من كل حصة وفضل ربنا اقدر اجيب جروجة في شوان هنخلص امتا وهنراجح كم مرة وانت معانا لحد فين يا جيو الالاين الفيديوهات بتاحته هتحزف ولا بتفضل على المنصة طول السنة المتابعة والواجب والامتحانات ازاي بعد كيها سابعة اولاين افضل ولا السنتر دي ايه على الناس كتير بتسأل فيها و ونصح اولي الجمهورية اقولك ايه اللي حصلت فيها دلوقتي اخر حاجة واخر الفيديو هي اهم حاجة في الفيديو ها لدفعة عشرين تلاتة وعشرين لازم تشوفها هتفرق معاه نصحة مهمة على الماشي سميت الله سلسة على رسول الله ركز معاه بقى انا مبدئيا واخد فكرة حلوة قوي عن الدفعة دي فيارب تكون عند حصة ظني وما تخيبوش ظني فيكم وتكونوا مركزين وتبدأوا معاها صح عشان ننهي السنة صح طيب انا دلوقتي للمرة الاخيرة بقولك كل حاجة من دول مهم كل ح انا مش عايز ضيح ولا وقت بالسنة وعايز اخش على الشرح على طول حصة جاية مشوف الشرح بشار كل حاجة من دي مهمة اكي انها حصة والشاطر والكويس واللي عايز يكون معايا كويس فضل ربنا لازم يركز في كل دول لان دي ترتيبة الدنيا دي ترتيبة الجيولوجيا دي الاسئلة بتجي في دماغك دي اللي هتخليك مرتاح معايا من دلوقتي لنهاية السنة واي طالب كان كويس في اي مكان في الجمهورة فضل ربنا من المتميزين اللي هو بدأ كويس من اول السنة لاخر السنة فابدأ بق صح وركز معايا هم هتنحيش بقى ابنة في قلبي ما هتصرعش الحصة دي وركز فيه يالله مين دعنا بقى نجاوب على كل الكلام ده بس انا عايز منكم شوية تركيز وصبر اسابكم الله وركز معايا دلوقتي اول حاجة سمي الله صلى الله على رسول الله انا مين اعرف مدرسك طيب انا زي ما كلكم عارفين انا اسم جيو ماجد امام واسم جيو دي جيو الوحدة انا اسم ماجد ماجد والله العظيم اكسم بالله ام سمتني ماجد كان اختيار ام والدي برضو بس كان ام يا ماجد ج جيو دي لقب مهندس جيو او شولوجست فاختصارها جيو عشان اللي هيقول لي يا استاذ جيو ازاي ما شفت بعض الكومنتات حرام بعاني من المنظور ده بقى لقى 3 ا4 سنين فحرام فانا اسم جيو ماجد امام وفضل ربنا دراست علوم قسم جيولوجيا وكان زي ما انتم عارفين لنا فضل ربنا باع كبير جدا ويسنين خبرة كتير في التدريس الجيولوجيا على مستوى الجمهورية فضل ربنا مش بس كده عملنا حاجات كتير تخص السنوات في السنين اللي فاتت منها اللي تعرفوه ومنها اللي لسه موجودة على السوشيال ميديا ومنها اللي ما تعرفوهش كمان فضل ربنا كان عندنا يعني يعني مراجعات كبيرة جدا في محافظات كتيرة جدا وطبعا ما كان الاساسي كفر الشيخ ومنزل في القاهرة في سناتر كتيرة جدا فضل ربنا يعني دي من سناتر القاهرة دي كمان سناتر القاهرة دي محاجعات الفيوم دي كانت في المنوفية دي مراجعات السيوت دي مراجعات سهاج كمان كان فضل ربنا لما كانوا بيعملوا مراجع تلتة الامتحان على قمات الحياة السن اللي قفت ما السنة دى قبل تت你是ها الحمده الآتي سهاج السان الثانى من الرجال عايزة Рабنا كمدرسك عايزة تبقي متطمن وانت معي طب ليه انت بتقول لها الكلام ده يا جوه تبتتنك علينا يعني لأ عايزة تبقي متطمن ان فضل ربنا درست الالاس والطلاب فضل ربنا والحمد لله كت افضل درجات كل السنين مش سنائة دي بس افضل درجات في كل السنين كتت الجيولوجيا حتى في السنائة دي اللي في ناس كتير مظلومة فيها او شايفي نفسها مظلومة فيها او نقص درجات ربنا يعينهم ويلطف بيوم كلهم ولاسي برضو اللي جابت مجموع كت افضل درجات فيهم الجيولوجيا فضل الله وحده فانا هب تعرفك انت بس هتاخد مع مين عشان تتطمن شوي وديه حاجة حريه وليك انا باخد معهم ماجد امام فكو انت مبسوط ومتطمن واعرف مين ماجد امام وفضل الله وحده طيب جانب تاني بقى ماجد امام، ده ماجد امام التنين اللي بيطير بالليل اللي عنده طلاب كتير تعال بقى اوريك ماجد امام التاني ده ماجن يمامي التاني اللي هو ايه بقى وراك كواليس وعايز اوريلك الحكمة وراك كواليس او ورا بقى الكاميرا بتلاقيني ممكن اشتغل في مطعب اقسم بلادك في مطعب ممكن اشتغل في العربية لو انت بلاحظ انا قاعد جنب السواق في جنب كده وفي ناس معاه في التيم وانا شغال في العربية ممكن تلاقيني كمان قاعد كده في الاستوديو هنا كده على الارض لقوداننا في الاستوديو واشتكي وحقود احضر حاجات كتير علشان الشرح وعشان حصة في الاستوديو كده ممكن انام عشر دقايه طب خمس ده ايه وصحودي طب من لايه ان انا بشغال اليوم كله فابا مرهق طب انت بتقول لك كلام ده يا جيو عايز اوصل لك حاجة حالا هقول لانك اهو ممكن كمان تلاقيني داخل الحصة بمحلول دي كانت من ثلاث سنين وكانت دخلت الحصة بمحلول عشان كان ضغطي واطي وكان لازم محلول ملح او حاجة شبه كده طيب بايه الافورة دي طب انت كنت تخده قبل الحصة البعض الحصة انت جاي تمثل لأ كانت مراجعة ليلة الامتحان وكان المواعد ورا بعضها ما هنفعش تلغي ولا هنفع تتأجل فاطريتك ضغ جوه الحاس طب انت عايز تقول كل الكلام ده ليه جيو عشان اقول لك يا حبيب الجيو ان الهاشتاج بتاع الجيو وبتاعك دلوقتي خلاص ما انت بقيت معايا منطلابي فاحنا طريقنا واحد نفس المركب ونفس الطريق نفس الوي اسمه عافر حلمك يستاهل اللي انا عايز اقوله لك ان ما قلتش اتعب حلمك يستاهل ما قلتش اكتهت حلمك يستاهل ما قلتش ذاكر حلمك يستاهل قل تعافر حلمك يستاهل ليه لان انا مجد امام وفلان وعلان وانت وكلنا واي حد قدوة لك في الحياة واي حد شايفه نجح ومبسوط وكويس في شغله بيمر بكل اللحظات البهدلة دي فعشان كده انا عايز اقول لك حاجة مهمة عايز اقولك من بداية السنة ان انت لازم يكون عندك الكونسبت او السابت ده ان انت هتعافر يعني عافر يعلم متاعقوب يعني عافر يعني زق نفسك يعني عافر يعني انا امر عليك ملاحظات بهدلة كتير مفيش مشكلة بس المهمة عافر وتكمل عشان توصل لنهاية الطريقة للفضل ربنا عشان كده حبيب اقوع تنسوا الهاشتاج بتاعنا اسمه عافر حلمك يستاهل اقوع تنسوا الحتة دي وطبعا هتلاقولي في ظهركم كفيديوهات موتيفيت او نصايح او اي حاجة خطوة بخطوة هعملالك وطول السنة بإذن الله ما تلاقوش في الحتة دي طيب او رقم اتنين بقى لنا بقولك هي اهم حاجة في الفيديو بالله عليك ما تقدم بص انا هقلب لك هندي او ما تقدمشي ولا تسرع الحصة دي كدناها حصة حصة ترحبية كدناها حصة افرم معي ورتب الافكار دي في دماغك عشان انت بيبتاح في الجيولوجيا ايها الجيولوجيا المادة اللي اول مرة اخدتها مخدتهش قبل كده خالص لسه بتفاجئ بقى في تلت سنوي ويهو منهجنا وكل باب من دول بتكلم عن ايه تعالوا في دقائق بسيطة نتعرف على منهجك عندك كان باب كل باب بتكلم عن ايه يلا بينا بصوا بقى يا حبيبي انت بنهجك يا برا عن جيولوجيا وعلوم بيئية ركز معي كده الله يبريك لك طيب الجزء الاطبر من الجيولوجيا خمس ابواب وعلوم بيئية بقى بينا يبقى توطل عند حضرك كامل ركز معي ياه بالله عليك افهم معي لو الكلام ده مش مهم بالنسبة لأي طالب شاطر انا ما كنتش عملت في مجهود وصورته لك ودخلت في المجال نهجة على طول اذا هو مهم اذا تركز فيه يلا بينا ها عندك كان باب سبعة طيب الباب الاول علم الجيولوجيا ومادة الارض باب التاني اسمه المعادل الباب التالت اسمه السخور الرابع سلاسل الجبال وحركات القراط الخامس التوازن في الحركة بدي اليابس والهواء والماء ده كده خلصت خمس ابواب جيولوجيا يبا ده الجزء الاطبر الجزء الكبير ماشي علوم بيئية بقى ركز مع الله يبريك لك ببين حاجة اسمها مفهيم بيئية وحاجة اسمها استنزاف الموارد البيئية طيب احنا كده عرفنا او فهمنا تأسيمة المنهج وتأسيمة الابواب كل باب يتكلم على ايه بسرعة ناخد فكرة الله عن ناس اللي هتبدأ ت اوずا تاخد فكرة عن الكلام ده عشان اتباع مرتاح معا بعدين اول حاجة لباب الاول الباب الاول بيبداق في الاول خالص يكلمك عن قصر عالم الجيولوجي اده هو علم الجيولوجيا ده جيو ليه فرع اه حاجة اسمها جيوفيزياء ده علم كده بربط الجيولوجيا مع الفيزياء وهنا اعرف فى اول حص نشارحها عايزك بستعرف غ يستعر eing resultadoнуb تأسيمة الكيميا Lacupar Logic Gem Yea Real and AL Goal Lacjol والمصورات والكلام للحاجات الكائنات القديمة دي والبقاءة بتاعتها علم الطبقات الطبقات يعني السخور والجبال هقولك ازاي جيولوجيا الطبيعية الجيولوجيا التركيبية الهندسية جيولوجيا المياه الجوفية للبطن الأرض دول كده عند حضرتك عشر أفرع للجيولوجيا أول حصة بإذن الله هشرحهم لك ونفرومهم بس اخد فكرة كمل معي سمي الله صلى على رسول الله ركزي معي طيب انت قلت لنا يا جيو ان ده أول حاجة يعني في أول باب الجيولوجيا هتقولنا العشر أفرع وتفاهمنا الدنيا اه مش كده وبس هبدأ كمان أول باب بيقولك مكونات كوكب الأرض اه هنبدأ ندخل جوه الأرض الأرض من جوه بقى احنا عايشين من بره هنا هتلاقي فينا حاجة اسمها قشرة قرية اللي شايلة الجبال هتلاقي فينا قشرة محطية اللي تحت المياه تحت منهم حاجة اسمها وشاح في النص حاجة اسمها لب طيب تركيب الأرض ومكونات الأرض بالتفصيل اللي هيدرسها الباب الأول افهم كل باب هيدرس ايه تعال وريك أكتر وكمان هنشرح بحاجات شبه كده يعني يعني بص دي مثلا الكرة الأرضية من بره هاي ومن جوه النطاقات المختلفة او التكوين المختلف اللي أنا وراته لك كلام ده ان شاء الله هنشرح به هتلاقي مثلا الحتة المكملة لها اللي هي دي المكملة لها هتلاقي مثلا ده اللوب بعد كده ده الوشاح بره القشرة مش عارف ايه الكلام ده كله اللي انا عايز اقوله لك اللي هو الي بشرحه هو الباب الأول يبقى الباب الأول بشرح برضو إيه مكونات الأرض حلوة أو غلصنا كده تمام يبقى الباب الأول فيه أفره علم الجيولوجيا مكونات الجيولوجيا مش بس كده حبيبي تعرفوا ان الأرض اصلا ببدأ ايدرس لك كمان في الباب الأول تاريخ الأرض نبزة عنه تعرف ان الأرض أول ما ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها كانت كلها مولعة كلها عنصهير كلها بركين ما كانش في يابس خالص المال إلا حصل بدأت الأرض تبرد 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 وتكون اليابس يعني الكارات ركز معايا والبراكين تطلع بخار مي البخار يتكسف ينزل المطر يكون البحار والمحطات الله مية البحر دلوقتي يجيه مياه ملحة والمطر مياه عزبة اللي خلى المياه بقى تبقى ملحة لو حد عارف يسيبلي في كومنت وانا هقولك وحرم نصرح المهم كل الحاجات دي اللي بتكلم عنها برضو وتكوين الأرض أو تاريخ الأرض هو الباب الأول في علم الجيولوجيا حلوة أول مش بس كده ده الديناصورات يعني مش بس الديناصورات أي حفريات قديمة علم الحفريات كله وتاريخ الأرض والكلام اللي انقرضت والكلام اللي كانت عايشة وتطور اللي حصل كل الكلام ده برضو بدرسه البابيين الباب الأول يبقى احنا خلنا بسرعة كده فكرة عن الباب الأول اللي هو أفرع علم الجيولوجيا مكونات الأرض جيولوجيا تاريخية او تاريخ الارض طي عرفكم امان ان الارض يا حبيبي عمرها 4600 مليون سنة ايه ده؟ يعني الارض لها عمر اه لما ربنا سبحانه وتعالى خلقها زمان من 4600 مليون سنة انت عمرك طبعا بيعني ايه يعني بالسنة اللي هو 60 70 لو حد كمل 90 ممكن نعود نقق عليه يا ده عجة ايه يا حيموت يا كهاركوبة الراجل ده لكن الارض امرها بملايين السنين فملخص القصة 4600 مليون سنة عرفوها من اين؟ عرفوها من الحفريات وعرفوها من الباب الاول هقولك ازاي عرفنا عمر الارض تاني باب يبقى خلاص الباب الاول هتكلم عن ايه؟ تاني باب اسمه المعادن المعادن حاجات كتير والوانها جميلة وحاجات تحفة مش بس المعادن اللي انت عارف مش الحديد وال��لمونيا واللفدة بس لأ فيه حاجات تانية كتير الباب ده هو اللي هيكلمنا عنها اللي هو الباب التاني يعني مثلا انت دلوقتي لو قلتلي ده معدن هقولك ده معدن اسمه كوارتس طباً لو قلتلي ده معدن هقول لك معدن اسمه الجبس معانهم شبه بعض ده لإستخدام وتكوين وده لإستخدام وتكوين من اللي بتكلم بقى عن المعادن والكلام ده كله الباب الثاني طب تعرف إن ملح الطعام اللي عنده خضيرك في البيت معدن الله إزاي الباب الثاني هنعرف إن ملح الطعام عندك معدن لكن السكر مش معدن مش بس كده إن المعادن يجيء لازم تكون حديد وألمونيوم وحاجات يعني لأ ممكن تكون حاجات غريبة كده آه اللي بيدرس الكلام ده بالتفصيل هو الباب التاني باب اسمه ايه؟ ها؟ المعادل حلو قوي الباب التالي حبيب اسمه السخور يعني السخور من اسمه بيدرس السخور طب تعال اقولك حاجة مهم المادة المنصهرة دي او شبه المنصهرة اللازجة دي دي اسمها الصهير اسمها لافا وهي في بطن الارض بيبقى اسمها مجمة لو طلعت فوق الارض بقى اسمها لافا الله طب جاي منين؟ جاي من بطن الارض طلعت ازاي؟ طلعت مع البركات طب درجة حارة عالية ولا منخفضة عالية جدا ده سياحة المادة اللي هي اللي عاملة زي الصفيح دي سياحتها ده انت ممكن لو حاطت يعني رجلك كده بالجزمة تطلع من غير رجلك ولا الجزمة يعني انت عارف عارف درجة حارة عالية جدا ممكن فعلا تدو بالعزام طيب دي لما تبرد مهجاة من باطل الارض لما تبرد تبدأ تدوك سخور السخور دي عشان جاية من صهيرة من باطل الارض اسمها نارية طب افرض سخور ترصبت وترصبت طبقات فوق بعضها بقى اسمها سخور رسوبية شبه الشكل ده اللي احنا نشتغل عليه ونشرح عليه بعدين الطبقات دي كلها اسمها سخور رسوبية كل طبقة من دول تكوني بطرقة معينة طيب مين برضو اللي بشرح الكلام ده؟ الباب التالت اللي هو باب السخور افهم معايا فيه كمان نوع من السخور اسمها سخور متحولة يبانا عايزك تعرف ان فيه سخور نارية رسوبية متحولة حلو قوي كل معلومة بقول لك دلوقت هنحتاجها بعدين التفنيطة والترتيبة دي مهمة جدا لأي طالب مركز ركز الله يبارك لك المهم كل الكلام ده يعني من اول الصهير او المجمة او اللافة من اللي بتطلع مع البرقين بالبرقين بالصخور اللي بتتكون بانواحها التلاتة اللي بدرسها الباب التالت اللي هو مين؟ بالصخور حلو جدا بعد كده الباب الرابع اسمه ايه؟ سلسل الجبال وحركة القرار وده باب عجيب قوي بيقول لك ايه؟ سمي الله كده صلى على رسول الله قد حسنا تركز معايا ها الله عناس المركزة بيقول لحضرتك ان الارض والقارات بتتحرك ايه ده؟ تعال اقول لك حاجة دي مصر حلو قوي ودي الدلتاوت ونهر النيل وهنا الدلتا القاهرة وكفر الشيخ احنا دلوقتي اهلا وسهلا بحضرك ماشي هنا البحر متوسط هنا البحر الاحمر ما كانش موجود كان الجزء اللي شال السعودية لازق في الجزء اللي جنبه بتاع افريقيا ما كانش موجود ما اللي حصل الكارات بعدت والبحر تكون الله ليه؟ اللي بيقول لك ليه؟ وازاي؟ وامتا؟ هو الباب الرابع بيقول لك ان الكارات كلها كانت كتلة واحدة يا حبيبي اسمها ام الكارات بنجيا وبعد كده بدأت تبعد عن بعضها تبعد عن بعضها مع الوقت تبعد عن بعضها مع الوقت لحد ما اخذت وضعها الحالي اللي هو بتاع النهاردة بقى قررت اسيا اوروبا فوق وافريقيا في النص استراليا في الجنب تكرر قطبية فوق وتحت امريكا الشمالية والجنوبية جون في الجنب اللي هو الشكل ده لكن في الاول كانت كلها كده الله اللي بيدرس الكلام ده مين؟ الباب الرابع فانا عايز اقول لك من الاخر حاجتين في الفيديو النهاردة او حصة النهاردة رقم واحد تفنطة جميلة وتلخيص مهم لازم يكون في ذهنك ولازم يكون في دماغك علشان تكون مرتاح طول السنة وعشان يعني تفهم هنمر على ايه في الجيولوجيا وتبقى سهلة معاك باذن الله رقم اثنين انك تعرف ان الجيولوجيا مادة شريلقة بجد مادة ممتعة بجد مادة جميلة بجد وتحبها بفضل ربنا لانك كده كده هتذاكرها غصب عنك كده كده هتذاكرها غصب عنك وهنذاكرها وهنجيبها في الشوال ان شاء الله فاحبها وذاكرها بمزاجك بدل ما هتذاكرها وانا متابعك واقف فوق راسك حتى الاولاين هتابعك وهقولك اذا سيبنا فاجئك سمي الله صلى على رسول الله المهم تعاني كمل ده جزء من الباب الرابع يبقى بيقولك الاول قررت كتلة واحدة وبعد كده بعت عن بعضها طيب ده ايه ده صورة من جبل المؤطم ده جبل المؤطم وتحت يعني كل منطقة ده تحتبر مصر ده بالنهار طب تعاني كده اشوف المؤطم بالليل ده صورة لمصر من جبل المؤطم بالليل احنا واقفنا عن المؤطم دلوقتي وبصين على مصر تحفة صح اه سيبك من تحفة وانا احنا نفسنا نروح كلنا وانا والله بس مش قصتنا دلوقتي ركز معايا جبل المؤطم ده الجبل العالي ده اللي شايف مصر من تقري يعني مصر تحته كده اوه شايفها من فوق جبل المؤطم ده كان في يوم من الايام تحت بحر كان في يوم من الايام تحت بحر مغطي نص مصر اسم بحر تيسيز البحر ده رجع والمنطقة اللي فيها الجبل اترافعت خاص الله حاجة اسمها حركات ارضية رافعة الله 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 الكلام ده حصل فعلا اه من اللي بدرسه الباب الرابع لان الباب الرابع بدرس حاكتين ثلاثل الجبال يعني زي الجبال تكونت ومنها جبال القلب عارف جبال القلب الجبال القلب يعني اللي هي قمة افرست اللي نطحت السحاب فوق السحاب اسل دي كان تحت في يوم من الايام وترفعت يبقى سلاسل الجبال وحركة القراط ان القراط كتكتلة واحدة وبيعت عن بعضها زي البحر الرحمر لما كانش موجود والقراط لما بعت البحر الرحمر تكون ده باب جميل جدا وباب شاير جدا بتكلم عن سلاسل الجبال الزي بتكون وعن حركة القراط بعد كده الباب الخامس اسمه التوازن في الحركة بين اليابس والهوى والماء جلوش يا جميلة محتاجة تركيز افهم بالطفنة دي الله يبارك لك قربنا نخلص اهو تعالوا نشوف الباب الخامس بتكلم عن ايه بسم الله صلى على رسول الله اخد حسنات وركز بص صحباي ايه ده دي كتلة صخور حضرتك اجيو وقعت حصل لها انهيار وتراكمت فوق بعضها طيب تعرف بقى ان هي تتسيب الجبل وتنفصل عنه وتبقى ضعيفة وتتكسر وتسقط وتتراكم فوق بعضها كل الكلام ده بسبب عوامل جيولوجية يعني بسبب عوامل اسمها عوامل التجوية كلمة التجوية يعني مع عوامل الجو زي الرياح والامطار والحرارة زي حاجات كتير جدا في الجو بتخلي الصخور تتكسر اللي بيدرس التجوية وبدرس عواملها وبدرس كل الكلام ده والصخور دي ازاي بتتكسر لوحدها سواء في منطقة جالدية او في الصحرة واللي بيدرس الانهار واللي بيدرس المياه الجوفي بيدرس حاجات كتير جدا ده الباب الخامس وان ازاي فيه توازن بين الهوى واليابس والمية والصخور الكلام ده كله اللي بيدرسه مين بيدرسه الباب الخامس من الاخر دول خمس ابواب بتوع الجيولوجيا جمال جداً حلوين جداً لطاف بس محتاجين مذاكرة أول باول خلي التفنوطة دي في دماغك الله عناس المركزة بعد كده علوم البيئة حبيبي عندك بابين باب اسمه مفهيم بيئية على فكرة علوم البيئة عشان تبعاني يعني فيها من البيولوجيا أكتر فيها بيئة أكتر مالهاش دعا بقى بالصخور ولا كوكب الأرض مالهاش دعا بالجيولوجيا هي فيها أكتر من البيئة عموما عشان اسمها كده علوم بيئة مالığım Dude يتكلم عن مفهيم بيئية بيعرف تقعاني بيئة , أنواع البهية عشان تبع مرتاح هاهه أنا جاي من بعدين وبقولك ماذا بيحصل فرجس انواع البهية ماهي وأقصامها ماهي ؟ أيهايه يتكلمك عن الكائنات الحية، يتكلمك عن البيئة الصحراوية مكوناتها والكائنات اللي فيها البيئة البحرية، آ 이번에 القبيعة عن أنواحها حاجات لطيفة وحاجات سهلة لديها ده الباب الأول الذي اسمه إيه مفهيم بيئية الباب الثاني اسمه استنزاف الموارد البئية يعني استنزاف يعني اذا ما انت شايف كده بالصورة الكوميديا دي ان الانسان بيشفط خيارات الارض بيستنزف مواردها عمال يستهلك البترول واستهلك المعادل واستهلك حاجات كتير جدا وعمال يستهلك حتى الكنيات الحية يقطع الشجر ويستطاد الحيوانات فيها يعني يعني ما شاء الله عمال ياخد كل خياراتها فعشان كده الباب دي اسمه ايه استنزاف الموارد البيئي يبا احنا كده خلصنا حضرتك نبزة استنزاف الموارد البيئي يعني بنستهلك الحاجة وزي نعليكها وما نستهلكهاش فده مفيد المهم نبزة عن المنهك كله خليه في دمائك الله يبنيك لك ودك اطول حاجة في حصة الترحبية النهاردة تعال بقى نكمل الاسئلة المهمة افهم معي الله عناس الشاطرة للمركزها في كل كلمة تاني حاجة هنزاكر ونحل منها جيو دلوقتي وفي المراجعة النهائية تعطى من قلبك واقولك عشان تبقى فاهمه وقارث ثابتة هنعمل ايه اول حاجة حبيب هنزاكر من اين من مذكرة الجيو فضل ربنا مذكرة للسنة دي وتأكد ان هي مذكرة عشرين تلاتة وعشرين مش بتاعت السنة اللي فات كل سنة معايا بفضل ربنا بيكون في قضية جديد بيكون في تطوير جديد بيكون في نمسات جديد مذكرة لسه ما نزلتش خالص لما فيش نسافش حد يعرف عنها حاجة خالص معامورة مخصوص لدفع بتاعتكو فيها شوية تعدلات جميلة اذن الله المذكرة دي ممكن تكون متوفرة بدي اف وكمان متوفرة ده اكيد بقى متوفرة شحن لحد باب البيت بس في حتة جميلة ومهمة لو انت من صعيد او اماكن معيدة المذكرة مثلا هتلاقي سعرها رمزي وهقولك تزاي تتصل دلوقتي ولو انت عايز تأجزها وبتاع هتلاقي سعرها بسطي ان شاء الله بس سعر الشحن غالي فانتم ممكن تعملوا ايه نصحتي بقى كل كذا طالب خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة من محافظة معينة من طلبي فضل ربنا في مكان معين يجمعوا مع بعض ان هم هيتصلوا ركز معايا ويحجزوا مثلا عشر نصح مع بعض فالمذكرة تجيلوا من حد البيت بتكلفة شحن قليلة يعني تكلفة واحد ما هو التكلفة تقريبا على كذا حاجة زي حاجة واحد فدي حاجة مهم طيب هنذاكر منين دلوقتي من مذكرة الجيد ممكن تكون متاحة بدي اف هقولك ازاي تحملها او تحمل اول ورق فيها الحصة الجاية ان شاء الله عن المنصة ولو انت عايز شحن طيب جميع حد البيت هتكلم الأرقام دي تكلم فون طب لو انت عايز تنجز وتёз Medicine دماغك اول رقم ده تيليجرام ركز تيليجرام جروب التيليجرام عندي او تيم التيليجرام عندي اول رقم طب بقى الاركام او كل الأرقام فون عادي تكلمهم عادي لكن الوحيد عشان اعرف الطالب المصر الزكي هت BIZ ال expert to 09 have a gun لما بعضهم هنا بعضهمême وطس هنا بعضهمتنا هيighbrand here ايجاة كل ده مكالمات او فون a الوحيد التليجرام اللي هو اول ايه اول رقم تمام كده فهتكلم الارقام دي فون او تبعت هنا على التليجرام ازاي اقدر احجز مذاكرة الجي وتوصل بعد كام يوم وكل التفاصيل فضل ربنا هيوفرها لك ودول ارقام اصلا يا حبيبي بتوعي التيم بتاعنا اللي هتفضل معاك طول السنة ممكن تاخدها سكرينة عشان تفضل معاك طول السنة لو انت احتاجت ارقام دي فاخدها سكرينة سواء لو هتاخدها سكرينة يلا على خير تلال المهم دلوقتي خلاص عارفنا ان احنا هنذاكر من مذكرة انا في المراجعة النهية فضل ربنا هكون اعملك برضو مذكرة تحفة جدا ركز مع الله يا باركلك وممكن كمان نحل من كتب خارجية او انا هعملك مذكرة اسئلة على فكرة المذكرة دي اللي هتحلك تحدي البيت عبارة عن جزء ايه عبارة عن شرح اول ثلاث ابواب وحل اول ثلاث ابواب بعد كده بقيت الابواب شرح وحل شرح وحل يعني انا هعملك اسئلة جمدة بفضل ربنا ولو حبيت كمان وانا شغال ازود دلوقتي وفي المراجعة من كتب خارجية اسئلة وافكار جديدة مش موجودة عندي لو لقيت حاجة مش موجودة عندي فالافكار يعني هزودها وهنعملها ونفروم بفضل ربنا يبقى دلوقتي ده هنذاكر من ايه ركز معاه بدأنا الاسئلة هجاوبها بسرعة عربنا نخلص ركز الله يباركلك بس استفيد نظام الحصة ازاي وازاي استفيد من كل حصة واجيب الجروجيا في شوال زي اللي قبل كده ما جابهه في شوال تكتب ورايا فيه اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة تعالي نشوف كده الصور دي طبعا انا مش جايبها عشان اقولك ان الناس بتقول في حق الكلام كويس ولا جايبها علشان اقولك ان انا في طلاب كتير بيتابعوني من كل الجمهورية واضح ان انا جايبها عشان كده اكيد اه اكيد لا سمي الله سلع رسول الله بجد انا جايبها عشان اوريك حاجة كالعادة عظم يا جيو او ده حالي وانا بسمع المحاضرة كشكول وملزمة ركز ها والله يا مستر الواحد فرحان بتلخيص بعد ما كان الواحد او معقد الواحد فرحان بالتلخيص ده ركز كده احسن ملاحظات يا مستر طيب عايز اقولك ايه بالله عليك بالله عليك اهم حاجة في طريق شرحي وازاي تستفيد من كل حصة ان انت معاك سكتش كده خارجي بتلخص فيه ركز الحاجة دي مهمة ليه لان انا بيمليك افكار كتيرة جدا 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 منبرك تابي المدرسة وتهمك مش منبرك تابي المدرسة وبضع وقتك في حاجات جيولوجية ملاش لازمة لا اللي تهمك اللي حواليه النقطة دي اللي تجيلك في الامتحان معلومات اللي تهمك من بنك المعرفة افكار اسئلة لازم يكون عندك سكتش وكويس جدا ملقوهش بعد يومين ماما سان دبيل كنبة او اختك كبيرة بتطلع عليه بطاطس مش هينفع سنوية عامة غير السنين اللي فات مش هينفع فالله يسطورك ده يتحافظ عليه كويس قوي ملخص الكلام نظام الحصة الحصة فضل ربنا بيكون كلها شرحة افهم بقى معايا يا بركلك بقولك حاجات شافه حاجات تكتبها ورايا وحاجات زيادة تمام جدا فاخر الحصة بقرم عاك المذكرة بالتفصيل افهم معايا وتشد خطة على الحاجة المهمة وتزود معلومات بعد ما خلال الشرح اقرم عاك المذكرة اخر جزء في الحصة خالص ده لو انت عايز شوفه انت خلص الحصة روح بقى زاكر طيب اخر جزء في الحصة ده خمس دقايي اربع دقايي ده بيكون موتيفيت بيكون نصيحة بيكون حاجة عايز تكلم معاك فيها للي عايز يشوف يبقى انا كده بضحش وقتك عايز شوف الحصة فرما عايز شوف الموتيفيت كمان او الحتة الاخيرة اللي معاها في الاخر شوفها وناس كتير جدا بتحبها ومنهم ما شاء الله حتى الكلام ده ذكر مع والد جمهورية السنادي وكله طلاب الكويسين وكله طلاب الشطار حتى اللي ربنا مكرمونشي كانوا بيتابوا الحاجات ده وبيحبوها فالحمد لله الحاجات ده هتفرق معاك اوي اللي الاربع ده او الخمس ده في اخر كل حصة اهم حاجة في النقطة دي زي ما قلت التلخيص ورايا ايه التلخيص ورايا التلخيص ورايا التلخيص ورايا دي كانت اهم حاجة يبقى ده نظام حصتي شرح تلخيص هقرى معاك جزء اخير لو انت عايز تشوفه فضل ربنا هنخلص امتى هجيه ونراجع كم مرة وانت معانا لحد فين رقم واحد هنخلص امتى فضل ربنا احنا هنكون من اول الناس اللي هتخلص على مستوى الجمهورية باذن الله وهنراجع مرة واثنين وهنفروم الدنيا باذن الله زي ما عملت مع الدفع اللي قبلوكو اللي قبلوكو اللي قبلوكم وبنراجع ليلة الامتحان وبنلخص بفضل ربنا صحوه وتعالى ما تقلقش من حد خالص وما اسألش عليها دلوقتي لان احنا نسف البداية بس اطمن انك هتكون ماشي بريد كويس قوي ومعدل كويس قوي طيب وانت معانا لحد فين يا بشر انا مش هسيبك يعني معروفة معروفة الجيو بسيبش طلابه طلاب الجيو ما جد امام بجد غير اي حد معروفه بجد وبعدها للهزار انا يا حبابي مش هسيبكم خالص فضل ربنا صحوه وتعالى من دلوقتي لحد ليلة الامتحان وبعد ليلة الامتحان كمان زي ما عملت مع اخواتكم والدفع اللي فاتت زي ما كنت بعمل معاهم شرح وفرم وحل وطلخيص هتلاقيني معلم ليك بعمل الكلام كمان هتلاقي فيه جوائز وموتيفيت لكل الجمهورية يعني مثلا دل كان الايفون والجنهات الدهب السنات صحيح فيه حاجة انا مش عايز احرقها بس فيه حاجة للناس اللي هتكون من اول الجمهورية ومن طلابي لو شفتوها لو يعني لو الفيديو بتاعها نزل سيبوا لي الكومنت فيها ما شفتهاش استنوها مفاجأة تحفة بفضل ربنا حاجة غريبة المرة دي للي هطلع من الاوائل الجمهورية السنة دي عندي له هدية غريبة حد جاد في دماغه ربنا يستر مهم يعني هتتبيعوني كل وراء هتبعوني كليتي عشان انا اقدر اجيب لكم الهداية دي مهم فهتلاقوني شرح وهتلاقوني كمان موتيفيت ليكم وهتلاقوا في جوائز على الامتحانات وهتلاقوا كل الحاجات دي بتوفرها معاك اول باول فانا معاكم لحد نهاية السنة فضل ربنا الفيديوهات هتتحزف ولا لأ والمتابعة والوجب والامتحانات ازاي الاجتماع دي مهمة يا جماعة ركز معايا مش حصة وخلاص ما تصرحاش ما تقولش باستنى الشرح وخلاص دي مهم عشان انت با مرتاح وفاهم انا شغ اول حاجة الفيديوهات مش بتتحزف معاك طول السنة يعني انت مثلا الاشتراك عندي مش بالحصة الاشتراك شهر 8 حصص ومبلغ رمزي جدا كلم التيم هيقولك مبلغ بسيط بازن الله انا دلوقتي انت اشتركت شهر 8 فيديوهات شهر 8 معاك من اول السنة لاخر السنة ودي حاجة كويسة جدا شهر 9 شهر 10 حاجة كويسة جدا تقدر ترجعها في اي وقت زي ما الولد اللواء له اي اللواء من الصعيد الرابعة الجمهورية اللي كان فيه ميتنج او لقاء معاه في المكتب فيديو لأي الرابعة الجمهورية وفيديو ملك الاول على الجمهورية موجودين على اليوتيوب وفيسبوك شوفوهم فيهم نصح مهمة جدا افاقتوا قليل افرموهم فكان بيرجع للكلام ده يرجحهم فملخص الكلام الفيديوهات والاولايل مش هتحزف ومعاك لاخر السنة كل حصة فيه واجب هقولك عليه طبعا مذكرتي لما توصلك وتشحلك لحد البيت بازن الله فيه امتحان اجباري على كل حصة الحصة مش تفتع غير لما دازم تمتحن فضل ربنا فيه امتحانات هيكون فيها منافسات وفيه امتحانات عليها جو كويس هتتشحلك وتتكرم بها لحد البيت مع نهاية كل باب يبن فيك كويس كل حصة وفيه امتحان شامل وفيه حل وفيه فرم وفيه كل حاجة اما المحاضرات فضل ربنا هتكون معاك مش هتحزف خالص لاخر السنة بس هم حاجة مع الامتحانات دي اللي مش هيزاكر انا هطلعه على المنصة او هنفخه من الاخر انا هصفيكم سمي الله صلى على رسول الله تعالى الجامل اللقطة السابعة والاخيرة القولاين افضل ولا السنتر ونصيح اوائل الجمهورية التي في الكلام سمي الله بقى صلى وفيديو بتاعي انا وملك الاولى على الجمهورية وفيديو لقاي الرابع على الجمهورية في حاجتين يعني انتو لو مشوفتهمش لازم شوفوهم يعني هم ملخصين صغيرين اوه على السورة الميديا وصغيرين اوه بس فيهم الخلاصة والعصارة نموذجين او تجربتين من السنة اللي فات بتكلموا عن تجربتهم ورسائل ونصيح مباشرة ليكم المهم في هم الاتنين لقايي مثلا كان معنا من اول شهر تمانية ركز مع الله بركلك لحد اخر شهر تمانية كان اولاين بس افهم كده في كل المواد اولاين بس ما بتلاحش بره البيت افش يا ريت شوفو الفيديو ده مهم اوي وفيديو برضو ملك مهم جدا المهم فده بالنسباله كان الولاين فضل ربنا عظم والعظم اللي هواحده كان فضل ربنا موفر لوقت وعارف شوف الدنيا والدنيا تمام اوي فده تجربة كويسة بالنسبة مثلا لملك ملك كان بتاخد حاجات وحاجات حاجات سنتر وحاجات مثلا بعض حاجات اولاين لان في حاجات عايزة فيها متابعة وفي مواد لقات مدرسين كويسين فيها في الولاين فبرده ده ده سيستم ملخص الكلام مفيش حاجات اسمها حد يقولك الولاين جامد تنين بس او السنتر ده جامد لازم تنزل سنتر متابعة ومش متابعة لأ بشر فضل ربنا ده كويس وده كويس ودنا مزاجين مختلفين خالص هوات بس الفكرة انك تدير وقتك لو اي بيحلف لي النواة من اول شهر تمانية الاخر السنة معي اولاين بس وكان فعلا قرفنا في الاسئلة كده على جروب المدرسين مساعدين اللي بيجاوبوا على اسئلتهم على فكرة صحيح فيه جروب المدرسين مساعدين التيم هيدخلكم فيه ان شاء الله الجروب ده مهم هتبعاثوا اسئلتكم وهيتجاوب عليكم اكنكم في السنتر فضل ربنا طبعا كان فيه ناس كتير معنا من الجمهورية ربنا كراموا من السنة دي ونات برضو اجتهدت ومجموحهم كانوا قولين شوية بس ربنا عواتهم بخير بعدين المهم فضل ربنا كان طلبنا كتير قوي على مستوى الجمهورية ومنتظمين اتمنى الدفع عديد كمان تكون منتظمة كده فضل ربنا اه اخر حاجة بقى في فيديو ده اللي هو نصيحة هامل دفعة 23 وهتفرق معك كتير سام الله صلى على رسول الله ركز معايا الا وهي عيش تجربتك عيش تجربتك سامت الله سلاة على رسول الله انا عايز اقولك حاجة مهمة هنهي بيها الفيديو ده واتمنى ان تكون الترتيبة والاجابة الاسئلة اللي فاتت محطوها في دماغك وهاختم بعيش تجربتك دي وركز فيها بكل كلمة الله يسترك يعني ايه اجي واعيش تجربتك سمت الله ثانية صلى انا على رسول الله كيف ستقمعي هبطا ناس كتيره الفترة اللي فاتت ممكن تكون عاملة ازاي بتشوف ما جميع الناس كتير ذكرت ومثلا ما جابتش ربنا ما كرمهاش السنة دي وناس عاملة في ظلمات وناس ذكرت وجابت ربنا كرمها عادي وناس غشت وجابت وناس كان المستوى كويس تعارف ايلا حصل فمتأثر قوي بمجموعة السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت لطلاب السنة اللي فاتت تجربة السنة اللي فاتت لطلاب السنة اللي فاتت أحداث السنة اللي فاتت لأحداث السنة اللي فاتت كل حاجة راحت مع السنة اللي فاتت يارب يكرمهم بحبهم جدا دفعة جميلة ووفاهم في حالتهم ويعواطهم خير ويقبل مخاطرهم ويصر لهم الحال في الجامعة أنا بحب الدفعة دي جدا وكمان إن شاء الله شكلها حب الدفعة عادي لأنهم ملتزمين ومستنيني بس الفكرة كلها في ايه؟ عيش تجربتك انت على عايز يقول لك ايه؟ من الآخر من الآخر من الآخر كل واحد مش كل بقى دفعة كل شخص كل فرض ليه قصة غير التاني ليه نصيب غير التاني ليه أقدار غير التاني ليه أحداث غير التاني هتقعد حضرتك وحضرتك شايف لي على الدفعة اللي فات وتباصصت اللي بخالت أصل لنا عميتي أصل فلان أصل علام هتبدأ تشغل نفسك بغيرك وتهدر تجربتك انت أصلا وتعيش تجربته هو تعيش أحداثه هو تعيش اللي فات باشا احنا بدقين كده السنة بسم الله الرحمن الرحيم وزير تشال ووزير جه بدأت كرارات جديدة بتتحطه وكرارات جديدة بتتشال ملكش دعوة باللي فات ملكش دعوة باللي بيحصل وتقريبا بيقول ان هو هيصح لهم الامتحانات تاني أو حاجة شبه كده ملكش دعوة بيهم من الآخر يعيش تجربتك بقول لكم ايه ربنا صحنا تعالى في الكرارات كريم بيقول ايه وفي السماء رزقوكم مما توعدون انا وانت وانتي وكلنا في السماء مكتوب رزقنا وما توعدون يعني اللي هيحصل لنا فكل واحد فينا مختلف على التاني اللي هيحصله هيدرس ايه وهيتخرج امتا وهيتخرج من كلية ايه وربنا هينفع بيه الناس ازاي وهيشتغل ايه وهيعيش امتا وهيتجوز مين ومين هتيجي تنكد عليك ومين هيجي ينكد عليك ويطلع حينك وهنموت امتا حتى اعمرنا واقدرنا مكتوبة انت ليه عايش في تجربة غيرك اوة عامل اخر تعيش تجربة غيرك ويعيش تجربتك بكل تفاصيلها يعني انا عايزك كده تعمل ايه تسمي الله وتصلى على رسول الله بس سمي الله مع السنة دي وتركز كده وتقول انا هبدأ تجربت انا انا هعمل اللي عليها لمجرد ان انا اطلع عراضي عن نفسي نهاية السنة انا ما ليش دعوة باللي فات ولا ليها دعوة بحد ولا هقارن نفسي باللي فات ولا هقارن حتى نفسي مع اللي حواليها من زميلي انا هعيش تجربت انا انا هعيش قصت انا انت وانتي ربنا خلقك وخلقك يبانت لكم لازمة يبانت لكم قصة يبانت لكم رزق يبانت لكم نصيب يبانت لكم اقدار يبانت لكم احداث مختلفة عن غيركم ليه؟ تفكر في حياة غيرك وتجربة غيرك وتهدر تجربتك وتسيب تجربتك من الآخر يا جماعة نصيحت لكم في أول حاجة بقول لكم من أول السنة خالص عيش تجربتك ما تعيشش أي حاجة تانية تخص غيرك من الآخر خدها بالراحة وخدها تدريجي وخدها بهدوء أعصاب وقرر السنة دي بس إن أنا هعيش تجربت أنا قصة أنا حياتنا فعلا حياتك أنت وملكك أنت ما تخليش حد يلوسها لك هعيشها وهجربها وكل القصة إن أنا هعمل علي وأخد بالأسباب واسيبها ولا لي بسبب الأسباب إن أنا من الآخر كده يعني فيما أقول وأقولك أدي ما عليك ولا عليك إني أنا هعمل لعلية ومفيش حاجة Eggs تاني بقى خلاص بarmش حد يلومني في حاجة محدشil عني حاجة الفكرة المعظمية الناس قالوها الفكرة اللي معظمية الناس اكتهت قالوها الفكرة اللي إنت لو شفت في فيديو مية ملك تاني أو شفت لقى آي تاني هتلاödهم دائما بيقولوا حاجة واحدة بس إن أنا كان نفس السنة دي مش بس كله في طب لأ أنا كان نفس السنة دي إن أنا أطلع ما يكونش مأثر في حاجة خالص إن أنا كنا عملت اللي عليها كويس assignments خلي دي نيتك خلي نيتك إنك تأدي دورك صح خلي نيتك إن أنت تعيش تجربة سنوية عامة صح خلي دي نيتك أنت تعيش قصة جديدة وتجربة جديدة وحاجة جديدة وحاجة جديدة فها تحد وفيها بطولة وفيها أراضة وفيها معافرة وإنك هتوم وتقع وتزق قال لي دي تجربتك انك تعيش حاجة جدية بجد وحاجة عليها مستقبل ومش عارف ايه وانك تعافل وتزوء خلي دي بداية جديدة بداية مع نفسك وبدأها مع ربك يا ريت بداية جديدة مع ربك جدد النية ووتوب دار بناس وحالة تعالى واستغفره وقرب منه واهتمي باباداتك جدد النية وابدأ انك تكون عارف اللي هو حياتك مترتبة صح شوي حاول يعني تعدل حياتك وتخلي كل حاجة في مكانها صح شوي حاول تجمل حياتك اكتر من الاخر عشت اجربة جديدة وحياة جديدة وسنة جديدة هتطلع منها بحاجات كتيرة جدا في نهاية السنة ربنا يرضيكم ويرضيكم شو بقولك ايه؟ ربنا يرضيكم ويرضيكم لانه هم حاجة تطلع السنة دي وانت راضي عن نفسك وراضي عن يلي انت عملته ربنا يسرل وميركو يسرلوكو يسرلوكو حق احلامكو فرجمكو قوله امين اوع تنسوا الاخر لحظة عافر حلمك استاهل هشوفكم على خير بإذن الله الحصة الجاية يوم السبت ان شاء الله بعد الساعة تمانية وهنبدأ بقى في المنهج بجد هيكون المذكرات وصلتلك او حتى هبعتلك اول تلات ورقات بدي اف عادي تطبحهم وتبص فيهم لحد من المذكرة توصل ويكون معاك الكشكول اللي هتلخص فيه فضل ربنا كده ابطال فضل الله فرمنا البداية بحمد الله وطلاب جي وماجد امان بجد غير اي حد وهو هتنسى عافر حلمك استاهل كده كل الاسل في دماغك كل المنهج وكل حاجة اتفرمت في دماغك انا بعد كده عام ايه عام ايه مع السلامة